أنا باحترم كل المؤسسات باحترم احترام حقيقي مجلس النواب والدكتور علي عبدالعال الرجل الصديق المحترم الدكتور علي عبدالعال رجل قامة ورجل وطني حقيقي الدكتور علي عبدالعال وأنا بقول هذا الكلام هو شهادة نال هذا الرجل ومجلسه عنة وظلما وتجهيلا بما قاموا به على مدار السنوات الماضية وهذا المجلس سيذكر له التاريخ انه تحمل ما لا يتحمله مجلس اخر في ترجمة الدستور للقوانين وشغالين بشكل لا يمكن ان يتخيله احد ناس تقولك هو المجلس عمل ايه يجي مواطن يقولك هو النواب ده عملنه ايه هو الدكتور علي عبدالعالق يا جماعة المجلس مش دوره يمشي يجيب تأشيرات ووزراء ومحافظين للمواطنين ده مجلس تشريعي بيبني عملية تشريعية للدولة المصرية بيعيد وبيزيل التشوهات التشريعية الموجودة على مدار السنوات انا من هنا ارسل باقة احترام وتقدير وحب للدكتور علي عبدالعال ولمؤسسة التشريعية بكامل هيئتها لما قاموا به خلال المرحلة الماضية والمرحلة الحالية هذه نقطة النقطة الاخرى كامل التقدير والاحترام للمؤسسة القضائية بكل هيئتها وخاصة مجلس الدولة اللي تحمل مجلس الدولة قيامه بدور المستشار او الاستشاري او المراجع او اي اسمين هذه الاسماء بعيدا عن الضبط الحقيقي وسوف يعني يحمل هذا العب ويذهب الى مجلس الشيوخ ان شاء الله وده اللي احنا كنا منقوله من اهمية وجود مجلس الشيوخ انه يضبط القوانين ويساعد ويساند مجلس النواب ايضا كامل الحب والتقدير والاحترام والتبجيل لمؤسسة مصر العريقة القوة الناعمة الحقيقية في الدولة المصرية على مدار 1150 سنة مؤسسة الازهر لا يمكن ان احنا نطعم في مؤسساتنا مؤسسة دي مؤسسة مصرية رائحة مصر فيها الدين الوسطي فيها المؤسسة فيه ملاحظات ناس بتقول على الازهر وغير وغير وانا بقول وكلها بنقول الا انه في الاخر بنحافظ على هذه المؤسسة مؤسسة من مؤسسات الدولة وفقا للدستور زي المؤسسة التشريعية الازهر له كامل الاحترام والتقدير وشيخ الازهر دكتور احمر الطيب رجل على رأسنا وله كامل الاحترام والتقدير والتبجيل دار الافتاء المصري وعلى رأسها الدكتور شوقي علام بلديات ابن البحير هذا الرجل العظيم الهادئ الذي يعمل فيه دوء بلا سخب ورجل يتق الله ويخاف الله له كل الاحترام والتقدير كشخص كمفتمص لهيئة الافتاء او دار الافتاء المصري ليه انا بقول هذا كلام انا بقول انا مواطن مصري مواطن مصري من غير شرطة مواطن مصري اشتم رائحة قزرة اخوانية كالعادة بتخرج من ثنايا محطات الاخوان في تركيا وفي قطر وفي لندن بتحاول ان تثير فتنة بين مؤسسات الدولة سواء الافتاء او الازهر او البرلمان او الازهر او مجلس الدولة او دار الافتاء او الاخره انا اقول هنا واوضح بشكل يعني هذه المسائل لم اتطرق اليها كثيرا ولا ارغب لكن اما وانه هناك من اهل الشر ما يحاول العباد علينا ان نصد هذا وانا اعرض للناس واقول هذه دولة في 200 مليون مؤسسة لا شرعية مؤسسة قضائية مؤسسة ازهر دار الافتاء مؤسسة اعلامية الى اخره دي مؤسسات فيه حراك فيه ارهاصات فيه شغل فيه حركة بنتفق بنتنوع مش بنتخاني مع بعض يجيبه يكتازئه بيكتازئه حاجات بيكتازئه حاجات من كلام شغل ازهر ويضعوه في غير موضوعه وهذا الرجل التقي الورع المتواضع شغل ازهر تقي ورع متواضع